اهلا وسهلا اقول لك بقى الفكرة بقى انا داردة يعني ايه حقول لك فكرة جديدة فكرة جديدة تماما ما اضطرحتش على ما اعلم من العلماء يعني فطبعا انفراض عارف فاكر انت وثيقة التأمين اللي قلناها للمطلقة فاكر اسقاط فاتوى الطلاق الشافوي فاكر حضرتك الفتاوة كتير الحمد لله كانت بالنسبة لنا الحمد لله يعني كنا صباقين بيها ونسأل الله عز وجل انه ينفعنا بيها ايه الفكرة بقى الجديدة اللي انا نزل لكم بها النهاردة عن زكاة الفطر او صدقة الفطر او الفطرة دول عندنا احنا دار الفتوى قالت لك طلع مال دول بيقول لك فصوليا ورز وعدس وزبيب وكلام من هذا القبيل انا حقول لك على حاجة نخرج من الخلاف بمنتقى البساطة انا لو في خلاف انا طبعا بالنسبة لي ما فيش خلاف لانه المال انفع للفقير لانه الاصل ان الرسول اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وربنا بيقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكنوا لهم يعني ادعي لهم حلو اوه حيجي ناس يقول لك لأ دا كان على الصالح في الصالح والرعيل الاول وفي عهد الصحابة كانوا يخرجونها طعاما وهو طبعا كان مجتمع يعني مجتمع اشما ما يكون بالقارية عندنا مجتمع قروي يعني مجتمع قرية فالمجتمع القروي ده المجتمع القروي ده يعني حضرتك حتلاقي فيه زراعة وحتلاقي فيه رعي وحتلاقي فممكن يقباله رزي يقباله عدسي يقباله فولي يقباله كلام ماشي طبعا نعمل ايه دلوقتي في المجتمع حتى القرية النهاردة تحوالك لمدينة حتى القرية انت فكرك النهاردة في الفلاحين لسه بيخبزوا ما خلاص الزمن اتطور والدنيا اتغيرت وفيه مخابز وفيه افران وفيه محلات لبيع الخبز مش في الاول بقى كل واحد قدامك طبعا فيه في بعض القرى وبعض البيوت مش بعمم يعني انما الدنيا اتغيرت يا مولانا انت نازده تنزل البلد ما فيش بيت اللي عليه ديش قدي كده ما فيش بيت وده غير الموديلات العربيات اللي انت ما شفتهاش في المدينة الدنيا اتغيرت خلاص يعني فهم خلاص يعني بيبقى الواحد ركب على الحمارة بتاعته ومسك الموبايل وبيبعت مسجيات للصديقه في كندا الدنيا اتغيرت فايه الفكرة الجديدة بقى اللي احنا نزلين بيها النهاردة عرضي كده ساخي صلوا على النبع السام ادي للفقير في ملوس وقوله ايه انا وكلتك تشتري رز بس يا رب نهدى يا رب الليلة اتعدي على خير يا رب نهدى حاجة تجنن خلاص للك هذا وملين الدنيا ضجيج لازم تطلعه حبوب لازم تطلعه طعام خلاص اهدى 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 يا فضيلة الشيخ اهدى يا اخر صبري اهدى يا اخر صبري اهدى حنروح للفقير نروح مدينه مثلا المبلغ المحترم 200-300 جنيه 500 جنيه حسب ما ربنا يجود بيه عليك لو انت على قدك يعني ادى حد قدنا 15 جنيه خلاص عاوز توسع للفرد مش للعيلة كلها وتروح مدينة تقوله ايه بقولك يا ابو اسماعيل يقولك نعم يعمل حاج تقوله لو سمعت تروح اشتري بيه مرز سلام عليكم خلاص اتوكلته فانت عملت حاجتين في بعض انت حضرتك اشتريت لهم لحبوب بس بوكلته هو هو بقى خاد الفلوس جاب رز ولا جاب عص وانا ماليش دعوة خلاص انا عملت توكيل قلت له خد الفلوس دي حضرتك اشتري بيهم حبوب او اشتري بيهم اكل واكلوا نفسك السلام عليكم اتروح سايب وماشي خلاص بقى ولا انت هتاخد بطاعته ولا انت هتفيشه وانت واقف ولا هتاخد حاجة من اطهره مخلاص انت دي عملين دوشة وعملين يلزاهم والله العظيم يعني يعني ناس شغالين معايا بيقولي ايه ده ملزاين الوراء على الفران وعلى محلات البقالة والرز كذا كذا الصع كذا والصع وانا خلاص خلاص مكنوش اتنين كيلو ونص رز دول اللي حتاخوتون بيهم وبعدين انت بتتكلم كلام انت شايف مصلحة الغني ولا مصلحة الفقير هو ده السؤال اللي بنسأله مش المفروض انها مصلحة الفقير يعني افترضنا ان اهل الحي كلهم جم لواحد فقير الحي حنسميه فقير الحي يلا كده نعملها رواية بعد كده فقير الحي رحنا كلنا كل واحد شار رز وراح يدهوله بقى الراجل ده عنده قد ايه بقى عنده حوالي مثلا ايه نص طن رز النص طن رز دولت من الراجل محتاج علاج محدش اداله فلوس الراجل محتاج يدفع نور محدش اداله فلوس الراجل محتاج يشتري لغي فين عيش ما قد هيقضيها رز انا عاوز اعرف يا السنة دي المقرر رز المنهج السنة دي نازل رز يعني خلال ما بيش حاجة ما عندكش حل تاني انا مش عارف هو الدين جاء لشقاء الانسان برضو فيه فتاوة عجيبة جدا بتاع وعشان كده عجيب او لما سمعت من واحد من المشايخ والله العظيم حاجة مقصد ده زمن برضو فتن زمن فتن